راح يقدر الحلبوسي يبعد منافسي القدماء عن طريقه ويصعد لزعامة المكون السني زعامة المكون السني قياسها شبير على الحلبوسي يعني قصدية فتبدل كل الشبيرة تريد تنطيها لواحد قياسها يعني 44 قصة الزعامة قصة تريد تاريخ وتريد أداة وتريد كلمة شرف هذا مكون إلى تاريخ إلى تاريخ في إدارات الدول طلع علماء وطلع شخصيات محترمة وطلع أعلام كبار يعني هسة تاني لهذا المكون يقوده محمد الحلبوسي منطاع عظيش مكون يقوده محمد الحلبوسي والله عظيم يعني الحديث عن هذا الموضوع مخجل شعب صغيرون يجي صار عضو مجلس النواب بقطر الكرابلة بالوسائل الغير مدري إيش وطريقة إدارة سليم الجبوري للبرلمان قفز صار رئيس للجنة المالية بطريقة ما حول فلوس على محافظة الأنبار ولحقها للفلوس وراح صار محافظة الأنبار وبهذا اللي الفلوس الحصل لهم دخل الانتخابات واستعمل هذا المال في إقصاء ناس فائزين وجاب ناس فاشدين وسقط شعلان الكريم بمحافظة صلاح الدين وجاب آخر ما حصل 10% ما حصل شعلان الكريم ثم يرجع شقل إعلان الكريم الآن ويا رئيس اللي قائمت في محافظة صلاح الدين ثم يقسم يمين أنه سيضع بمازن بالسجن ويطلع عم العمل السياسي ويقول لي إلي أنه عبارة عن شلب فاطس ببطني بعدين يتحول هو بمازن إلى حلفاء ثم يتحدث عن قامة عالية مثل أسامة النجيفي بطريقة سلبية ثم يرجع يوجه رسالة شتائم لخميس الخنجر لأن خميس الخنجر نجح في إنجاز مهم للمكون هذا ليس سلوك سعماء هذا سلوك قفاصة هذا سلوك عصابات هذا سلوك مافيوي أما الزعامة لها قيم لها أخلاق لها احترام شرف الكلمة احترام العهود لها ركائز يعني أنت تتكلم عن زعامة مكون أيضاً لا يجب أن نعرف أن قد يكون الناس الجديرين بزعامة المكون قد لا يفوزون بالانتخابات بدائرة صغيرة يعني فلنفترض تنتصر بها القبلية أو ينتصر بها المال يعني ماذا لو لم يفوز أسامة النجيفي أسامة النجيفي في منطقة انتخابية في الموصل هل يعني أن أسامة النجيفي سيصبح في الخطة الثانية وعندما يفوز الحلبوسي بالفلوجة يعني هو أصبح الزعيم